اللي يعده سلوك آخر هذا من حقه يمارسه بس ما يعممه اليوم هيوم الرئيس وجهت يقال كتاب إلى الحكومة العراقية أن تلغي فورا قرار البرلمان العراقي الخاص بالمثلية والشواب اشلون نصير كل إحنا مثلية نصير كل إحنا شواب زيان قرار دولة يعني الدولة من حق الناس من حق الناس من حق كل شعب أن يربي قوانينه وفق اللي ما يعتقش يا غيف أخي تريد ترتب قوانينك وفق ما تعتقش ووح أن تعتمد على نفسك ورتب قوانينك ما أحد مانعك لكن بس لو سمحتني لكن لما نتقول للدولة أن دستور ديمقراطي يعتمد مبادئ حقوق الإنسان يقول لك لا هنا أنا أوقف حد هذه تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وهذا يعني لو سمحت أستاذ نجم عيب عليكم يا عرب ويا مسلمين وعيب عليكم يا عراقيين تقولون أن الدول اللي قوانينها تسمح بالمثلية معناها مجتمحة شنو مثلية ليش؟ لأن مراجع دينكم وقادتكم السياسيين وقادتكم العشائريين لما يجون يدرسون هم وعوائلهم يدرسون ببريطانيا اللي تحمل مثلية ولما يدزون بناتهم يدرساً يدزوها لبريطانيا وأمريكا تحمل مثلية ولما يتمرضون يجون لأمريكا وبريطانيا أم المثلية ولما يردون يعقدون صفقات سياسية يجون لأمريكا وبريطانيا أم المثلية عيب هذه بلدان كبيرة بيها شرائح اجتماعية عندها هذا السلوك ولكن بنفس الوقت بيها مراجع دين وبيها عوائل محترمة بيها مسلمين وبيها مسيحيين وبيها يهود وبيها واحد بحجم ترام يرفض هاي الفكرة انت تعرف استاذ نجم هو من هو اللي جاي هو الموضوع المثلية هو اليسار انت شوف هسا ترام ترام كيميني ضد المثلية مو ضد المثلية بمعنى قتلوهم لكن يقول لك أنا أصل المجتمع مبني على فكرة العائلة والعائلة تكون من الماء يا شير غيث يا شير غيث السلوك النورمال السلوك الجنسي لو سمحت لا يخالف خلي الباكر السلوك الجنسي الطبيعي رجل ومرأة ولكن اللي عده سلوك آخر هذا من حقه يمارسه بس ما يعممه يعني أنا أي مجتمع يا هاي الفكرة أي مجتمع فاليوم الرايت بس أسمعني بس أسمعني تحرجك أي دولة أي قانون أي مجتمع أي منظمة أممية أي قرار يدافع عن الشاذ والمثلي ويترك أطفال العالم في أفريقيا وفي فلسطين وفي مناطق أخرى يقتلها الحصار تحتاج إلى شربة ماء لا تعطيه ويدافع عن الشاذ ويعتبر هذا حقوق إنسان وانتهاك لحرية الإنسان وتطلب مني أن أحترمه وفق أي منطق أنا أتقبل هذا المنطق يا صديقي هاي شعارات ما توكل خبز يا الله يا أخي أنا أنا أقول لك يا شيخ غيث الله يرضى عليك تسمع مني لا ما أسمع مني وهذا معنى محام الشيطان يا ما أسمع منك أخي معنى محام الشيطان سمعك المتريد السمع